شاركت وزارة الصحة العامة وسكان في بلادنا في اجتماعات المكتب التنفيذي بالدورة المائة والخمسة وخمسين لمنظمة الصحة العالمية بوفد يرأسه وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بوحيبة واستعرض وفد بلادنا في الاجتماع للوضع الصحي في الجمهورية اليمنية وأولياته والطوارئ الصحية التي يواجهها اليمن واحتياجاته الأساسية في القطاع الصحي وينقش الاجتماع أيضا مخرجات جمعية الصحة العالمية المنعقدة مؤخرا وتقارير لجان المجلس التنفيذي المختلفة واتخاذ الإجراءات المناسبة لها كما يقف المجلس أمام تقارير الطوارئ الصحية في مختلف أقاليم منظمة الصحة العالمية لاتخاذ القرارات المناسبة تجاهها شارك في الاجتماع وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي